السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة العلم نواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء رقم 8 من الفصل الخامس هنتكلم على الدفيوجن والماتيريالز بروسيسينج بالحقيقة بنلاحظ وجود الدفيوجن في هذه البروسيس المختلفة اللي احنا هنتكلم عنه أول حاجة بنلاحظه في السنترينج وفي الغالب احنا بنعملها للمنتج اللي احنا بنستخدمه في حالة البودر متالرجي بعدما بنجبس البودر بنحتاج نعمله سنترينج عشان يحصل بوندينج ريسيربس فدي بيحصل فيها دفيوجن برضو بيحصل في البودر متالرجي البودر متالرجي هي تكنيك في الحقيقة بنستخدم فيه الماتيريال على شكل بودر فيه حالة الماتيريال اللي هي يصعب تشكيلها بالطرق العادية فبنستخدم لها طريقة البودر متالرجي باننا أجيب المتال على شكل بودر أجبسه داخل الشكل المطلوب عمله عملية سنترينج وبعد كده عمله عملية فينيشنج فأحصل على المنتج المطلوب فيه بعده برضو لقيها في الديل الالكتريك ريسونترز زيما هوكي بوك لايك بيسيز أو سيراميك بريليوم مغنيزيوم تنتيلات اللي هو بي ام تي أو بريليوم زينك تنتيلات بي زيد ان برضو بلاحظ الوجود الدفيوجن في الجرين جراث اللي هي بالذات هي عبارة عن الموفمينت أوف جرين باوندري باي دفيوجن in order to reduce the amount of green boundary area لما يحصل الجرين جراث بيحصل لني الجرين تستو على بعضها البعض عشان تقلل الجرين باوندري وبالتالي بتجمع وتكبر فبيحصل برضو عن طريق الدفيوجن آخر شيء في القصة دي اللي هو الدفيوجن بوندنج اللي هي joining technique in which two services are pressed together at high pressure and temperature ده بيحصل الدفيوجن بوندنج لما يكون بعمل عملية كبس لماتيريا مع بعض دي عوز أعمل لها joining عند درجة حرارة عالية وضغطة عالية فبيحصل الدفيوجن بوندنج وهيتضح لنا في الحقيقة في الرسومات القادمة الرسومات اللي قدامنا في الحقيقة بتعبر عن الدفيوجن بروسس during sintering and the powder والاتوم diffused to point of contact creating a bridge and reducing the pore size اللي بيحصل اللي بيحصل في البودر المترجل السعيلين إن أنا عندي البودر بعمله عملية compact فيضوب الأسطح بتقرب من بعضها بعد ما تقرب الأسطح من بعضها يبدأ يحصل دفيوجن من البارتكل اللي فوق واللي تحت عشان تقلل الفراغات اللي بينهم لإنه بيحصل تقريبا semi-vision للأسطح فبيحصل إن يحصل إن المادة يحصل لها نوع من أنواع التماسك على مستوى الأسطح أما الجرين جروس وده اوكير زي ااتوم زي دفيوجن اوكري اكروس زي جرين باوندري فروم جرين تو انا دي المادة في البداية اللي هين نشهل مايجرو ستركشور بعد كده تبدأ يحصل إن كل مجموعة من الجرين تلاشي الجرين باوندري اللي بينهم عشان تكبر مع بعضيها وبص لها عندي الجرين كبرت على حساب الجرين باوندري والجرين جروس دي بتتم عشان تقلل تقلل الجرين باوندري لإن احنا قايلين قبل كده في الشابتر الماضي إن الجرين باوندري اعتبر عيب من عيوب الماتيريال وده اللي هو يبين المايكرو ستركشور أفتر جرين باوندري